اهلا بكم حلقة جديدة النهاردة وفيديو جديد عن الابراغ والنهاردة هنتكلم عن اهم النصايخ والتحذيرات والتوقعات للابراغ لشهر مارس 2020 انا عارفة يا جماعة نعم مقصرة شوية في موضوع التوقعات بسبب قريب فترة كده عندي عمليات كتيرة او بعملها بسنينة ومش نتن دمود يعني مش عارفة تكلم مخارج حروفي مش مصبوطة صداع نصفي فادعولي بجد عشان انا الموضوع يعني تعبني جدا جدا يعني طيب هنكلم النهاردة عن برج او راج الهوائي المميزة جدا جدا في الشانل هو برج الميزان وانتكلم عن نصيح تهم جدا برج الميزان كلا عايدة لقوموا لاتشوفوني بليس تابعوني على الساش الميديا على الانستجرام وعرفيسبوك وكمان تقولولي بتتفرج على هنفين وانتو برج الناس بتتجسس على برج الميزان قولولي انتو برج اين طيب برج الميزان شايفاكم مهتمين جدا بصحيتكم الفترة دي ودي حاجة كويسة فترة جاية طيقتكم اللي هو بقى في باور كده ان انتو تهتموا بشكلكم تهتموا بصحتكم تهتموا بوزنكم يعني حساكوا كده زي ما تكونوا عاملين دايت قوي جدا جدا بتحاولوا تقللوا الحاجات اللي ممكن تكون مضارة للجسمكو في دايت قوي جدا جدا الاشخاص اللي هما من برج الميزان عاملينه يعني هم برج الميزان الابراج اللي بيهتم بشكله فدائما تحس نوه بيطور من شكله دايما بيحاول يبقى في احسن صورة ليه عايز يكون دايما شكله حلو فانا شايفة الميزان عمال شغال كويس قوي على الناس وعلى الدايت بتحاول تقالي حاجات المضارة زي الكافيين زي السودة زي الدهون زي الكربوهايدريتز ودي حاجة كويسة جدا جدا وصيحت لكم حاولوا ان انتم تلعبوا سبورتس اكتر يا برج الميزان اهتموا بالسبورتس يعني انتم ممكن تكونوا عاملين دايت حلو بس مش بتلعبوا سبورتس فالسبورتس ستبقى مفيدة جدا جدا ليكو فانا شايفة ان صحتكم مشى كويس جدا جدا على الدايت ويعني في حاجة كويسة على انطاق المالي شايفة ان برج الميزان مستني مبلغ كويس جايله يعني مبلغ ما كنتش عامل حسابك يعني فيه مبلغ مفاجأة بالنسبالك ودي حاجة كويسة يعني فيه مبلغ كويس يعني انا شايفة مدان الميزان مش سايق خالص بالعكس الميزان من اكتر الابراج اللي نهى 2020 في طلعة وهو لسه الطلعة دي مستمرة فانا شايفة ان عندك ويا برج الميزان بصراحة فيه يعني شايفة ان فيه زي ما يكون فيه مبلغ كويس ممكن يوصلك انت مش عامل حسابه هتجي لك مثلا عن طريق كده حاجة فاجأة هتجي لك هتجي لك فلوس وتبقى حاجة حلوة جدا وانت هتبقى موسوطة موسوط فيها وشايفة ان فلوس برج الميزان فيها زيادة مستمرية فيه طلوع مش هبوط يعني فيه ابراج ممكن تلاقي عندهم مشاكل مادية لا الميزان مش شايفة ما شاء الله طات شغود يعني اي مشاكل مادية في شهر مارس بالعكس طيب كمان شايفة ان الميزان ممكن يسيب شغله او يغير شغله عندكم تغيير للشغل يعني انتم ممكن ناس كتير جدا من ميزان تفكر تغير شغلها او تروح شغلانة جديدة او عندكم زي بلان في تغيير الشغل البلان دي يعني انت ممكن تكون بتشتغل شغلانة تروح شغلانة تانية او تناس القسم بتاعك او تسيب الشركة بتاعتك وتروح شركة فشايفة ان التغيير هيكون تغيير ايجابي بس نصحت ليكم ما تسيبوش الشغل الا ما يكون عندكم شغلانة تانية انتم ضمنينها او ضمنين وجودكو فيها يعني بلاش تغيروا شغل بسرعة يعني فجأة تقرر بلاش للحركات المتهورة ان انت فجأة تقول لا انا مش مكمل لانا هغير الشغل بتاعي انا مش عايزة اكمل الا ما يكون عندك وظيفة انت ضمنها وخططها كده في دماغك او قدامك يا بورج نيزان بلاش تهور في حتة الشغل بس شايفة ان انت لو غيرت شغلك هيبقى تغيير ايجابي مش تغيير سلبي طيب عندك شخص بورج نيزان شخص ده انتهازي منافق مصلحجي غدار بياخد منك كتير يعني انت يعني بيلعب عليك بيلعب عليك او بيستغلك بيستفيد منك بيستفيد منك جدا وبوشين يعني الشخص ده من قدامك بيقول كلام حلوة جدا من وراك بيقول كلام وحش جدا جدا فاحترس من الشخص ده الشخص ده صفاته ان هو شكله حلو على فكرة وبوشين يعني هو بيدعي حاجات قدامك بيقول حاجات قدامك وانو وراك بيقول حاجات تانية خالص خالص فانتبه من ذلك الشخص لان الشخص ده مكار غدار ممكن يكون بيستغلك بيستغلك بيستفيد منك من حاجة معينة الشخص ده بينتمي الى الابراج هوائية ابراج هوائية يعني هو جوزاء اعتقد او دلو او نيزان زيك اوكي بس ممكن يكون سنه كبير اكبر منك على فكرة كمان يعني ممكن يكون هو اكبر منك في السن طيب بس الشخص ده عمل لك قلق ودائما بيطفش الناس منك بيبعد الناس عنك وهو سر تعبك في الدنيا يعني عمل تعبك في حياتك كده هو شخص سلبي بيسرق طقتك بيسرق احلامك بيسرق طموحاتك بيسرق طموحك كل ما تيجي طوله انا بفكرها ما كذا يقولك ايه ده انت عايز تفشل انت اصلا فيشل فبيعد يديك طاقة صلبية قوية جدا جدا وانت مش مبسوط من الطريقة بتاعته او مش مبسوط من كلامه بس هو حد قريب منك يعني ممكن يكون صحد صديقك او قريبك على فكرة كمان بس هو شخص حرامي طاقة يعني كل ما بيبقى عندك طاقة وكل ما بيبقى عندك باور هو بيقوم سرقها يعني يا جماعة دعولي ان الموبال ما بيفسرش انا تقريبا شاشة الموبال عندي تحرقت كل شوية يفسر وحطه فروز وعندي قصص كده طيب احنا قلنا عن النطاق المالي في تقدم في فلوس في تحرر مالي في تزديد ديون في يعني بالعكس عندك كمان ممكن يكون فكرة مشروع جديدة تبدأ تشتغل فيها او عندك مشروع ناجح تبدي فيه والمشروع ده هيحقق ارباح فبشجعك عليه يعني كنطاق مشاريع انا شايفها لا فيه فيه انت مشغول اصلا واضح انت مالك مشغولة بقى افكار كتيرة مشاريع كتيرة ممكن تبدأ تشتغلها عندك شغل عندك ميتينس عندك فيه باور كده بتطلعها في الشغل يا بورج الميزان عمال بتتقدم في شغلك فيه نجاحات فيه استقرار مالي استقرار مادي استقرار معناوي اااااا يعني انا شايفك ممكن بس تكون فيه نسبة بتفكر تغير شغلها او ان هي مش حابة شغلها ممكن ممكن يكون عندك نسبة غير منك في الشغل او فيه نسبة بصالك في حياتك دايما برج الميزان الجماعة من الابراغ اللي نغمه خفيف يعني هو بتحس بسرعة سهل يتعمله اعمال سهل يتعمله الحاجات دي بسرعة جدا جدا فانا شايفة ان ممكن يكون في حد بتحدك في شغلك حد زميل في العمل بيكرهك بيعملك بس تحاول انت تكون مركز في شغلك وما بصش للناس اللي حواليك ما تلتفتش للناس السلبية ما تلتفتش للناس اللي بتحاول تسرق طقتك برضه في شغل ركز في هدىك ركز في الحاجات اللي انت عايزة وصل لها يعني ولا يعني ممكن ممكن بس تبعد عن ناس اللي هم حرامية الافكار يعني ما تطلعش افكارك لأي حد لان فيه اشخاص ممكن يكونوا بيسرقوا افكارك وبيستغلوها بشكل تاني وما تسيبوش الشغل الا لما يكون عندكوا عرض تاني دي نصيحة مهمة جدا لان انت ممكن تسيب الشغل طور في البيت اوكي طيب حاجتين عايزة حذر منهم برج الميزان العصبية والاندفاعية او التهور يعني فترة دي ممكن تكون سهل الايقابيك في العصبية سهل استرزازك سهل ان حد يعصبك فحاولوا ان انتو تبتعدوا عن العصبية يعني ابعادوا عن العصبية وابعادوا كمان عن يعني ابعادوا عن العصبية وابعادوا عن الاندفاعية يعني ما كنتش متهور بتدي ردود افعال سريعة يعني هدوا قصابكو شوية برج الميزان هدوا نفسكو بلاش تدخلوا في مشكل بسبب العصبية بسبب اندفاعي انتم وفي غنى عنها يعني. طيب لو بتفكروا في السفر انا يعني بعتقد ان هيبقى عندك فرص سفر كويسة وفرص سفر نجحة واي سفر هتفكر فيه في شهر مارس هتكون سفرية نجحة سفرية ليها تأثير ايجابي. وهتحقق لك مكاسب مالية لو كان لها علاقة بالبيزنس. طيب حواليك ممكن تكون فيه كلام كتير يعني كلام كتير يعني ناس بتكلم عنك ناس يعني الفترة دي بقى فيه ضوضاء عليك يعني ناس كتير بتكلم عنك اسمك هتبقى ترندي كده يا برج الميزان. صباح في العمل او في العيلة او لو انت شخص مشهور هيكون عندك اسمك فيه ثرثرة كتير او كلام كتير حواليك. يعني ناس بتكلم عنك كتير بانتقضوك كتير يعني فكك من كلام الناس يعني قلتلك بعيدوا عن ممتصيط طاقة ما تنتبهش طيب ما انت شايف نفسك نجح شايف نفسك انت بتوصل الحاجات اللي انت عايزها فلا تلتفت الى ما يفعل وما يقول السفهاء. طيب المرتبطين الناس المرتبطة طاقتكم شايفة ان في حب وفي علاقتكم كويسة بس في حد بيتقل عن التاني يعني في طرف تقيل شوية او هو عايز يتقل عن الطرف الاخر يعني في شخص تقلين في شخص يعني عايز يبقى تقيل اكتر بيتجهل الطرف التاني بيتقل عليه او في طرف اخر يعني ايه مهتم يعني واحد مهتم والتاني تقلين يعني ده الناس المرتبطة فاللي هو المهتم الدائمل لتقلين يعني 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 حاول ان انت تعمل بالانس في علاقاتك يا برج الميزان ده انت برج الميزان اصلا انت ملك البالانس يعني. طيب بس شايفا الحبيب او الشخص اللي انت مرتبط به هو اللي ممكن يكون مشغول عنك يا برج الميزان مشغول في العمل مشغول مع أسرته مشغول في الدراسة مشغول بمشروع جديد مشغول بالشوپنج بالسفر بس مفيش طرف تالت الحمد لله مفيش طرف تالت طيب الناس المرتبطة اللي بتفكر في عودة للحبيب شايفة ان فيه opportunity لمصلحة او ان انتوا تتكلموا مع بعض او الشخص اللي انت مفاصل عنه ممكن يفكر يجي يتكلم معاك يعني هتبقى وحش جدا وهيبقى عايز تتكلم معاك لو انت عايز ترجع للشخص ده او هو ممكن يعني ممكن يكون هو محترما بينك وبين شخص تاني بس انا شايفة ان هو في الاخر هاستقر عليك انت هيبقى عارف ان هو عايزك انت هيبورج الميزان بس انا شايفة انت هتبقى بتتشرت عليه ان انت هترجع له بشروط كتيرة جدا يعني انت مش هترجع لشخص ده كده وخلاص يعني لا هيبقى عندك شروط وعندك متطلبات كتيرة جدا جدا بس شايفة ان المنفصلين اما عندك قصة حب جديدة يعني اما فيه حد تاني داخل حياتك بس شايفة النسبة الاكبر عندهم رجوع لحد من الماضي الناس العزاب يعني لو انت منفصل من فترة او مش عايز ترجع لحبيبك شايفة ان فيه اوبرتونيتي كبيرة جدا ان انت تدخل في حياتك شخص الشخص ده شكله حلو يهتم بشكله جدا يعني ما اهم صفاته اتراكتف كده جزاب بيلبس حلوة قوي يعني بيبهرك بيعرف يبهرك بيعرف يلفت انتباهك بيعرف يعجبك الشخص ده ناجح شخصيته مرحة كده بيحب الي الظر والدحك كده والشخص ده انا شايفة شخص مناسب ليك يعني انتو متنازبين مع بعض متلأمين مع بعض اتراف تكلمون مع بعض بيبقى فيه حوار مثمر ما بينكو حوار قوي ما بينكو فشايفة ان فيه اوبرتونيتي ان العلاقة دي يعني تشتغلوا عليها ممكن يحصل ارتباط رسمي او ارتباط حقيقي من الارتباط لو انتو بدأتوا ارتباط في نهاية ان القراءة دي من اول يوم من اول النهار دا يعني من اول يوم 23 فبراير لحد يوم 30 مارس يعني العلاقة اللي انت داخلها دي شايفة ان فيها اوبرتونيتي فيها فرصة انها تبقى علاقة رسمية لان انتو فيه تفاهمة بينكو بتعرف تكلموا بعض بتعرفوا تتفاهموا بتعرفوا تتحوروا بس انا شايفة الشخص ده اتراكتف بالنسبالك يعني هو بيكذبك جدا على فكرة والشخص ده كمان عايز ارتباط حقيقي معاك يعني هو مش بتسلى لا هو داخل عايز ارتباط رسمي ارتباط حقيقي وانت كمان ان كان بقى لك فترة بتدارع الحب ما ان انت بورج الميزان بورج رومانسي حتى ننسل منفصلة زي ما قلت لما هترجع للشخص القديم حسك هتحس كده بطاقة حب هتحس بطاقة انتو لقيين على بعض انه فيه تناسب وتناسب ما بينكم بشكركم يا رب القراءة تكون عجبوكو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتبقوني على الصاشر ميزان بورج الميزان بحذرك من اخذ اي قرارات متهورة وما تلتفتش الكلام الاخرين انها يبقى فيه حواليك ضجة كبيرة جدا او كلام عنك ممكن يكون سلبي احذر من الناس اللي بتستغلك وتستفيد منك الناس دي بتتمصلح عليك وبعايزين منك مصلحة بس انا في الاخر مش شايفة ان هم ممكن تكونش انت شايفة مؤذين بس احذر منهم خلي بالك من العصبية وردود الفعل السريعة انا شايفة شهر ايجابي جدا في حب وفي عمل وفي نجاحات مالية اتمنى لكم السعادة اقولولي قراءة دي بتتتفق معاكم يا بورج الميزان ولا لأ اقولولي هل دخل في حياتكم العزاب شخص جديد ولا لأ وبتفكر ترجع لو انت منفاصل لحد قديم ولا لشخص جديد تانكي وبحبوكو اشوفكم في فيديو تاني باي باي مع السلامة وتابعوا بقية الفيديوز النهاردة